بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الدرس الواحد والأربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاح أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء حياكم الله وبرك فيكم وصل بنا الحديث إلى باب ما جاء في السحر قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في السحر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السحر كفى الله شرة هو عبارة عما لطف وخفية سببه هذا تعريفه نأخذ من الخفع ولهذا يسمى السحر لآخر الليل سحرا لخفائه وأما حكمه في الشرع فإنه محرم شديد التحريم وهو شرك بالله عز وجل كما يأتي وهو من مفسدات العقيدة ومن مفسدات المجتمع السحرة من المفسدين في الأرض قال عز وجل عن موسى عليه السلام أنه قال لفرعون وملائه ما جئتم به السحر إن الله لا يصلحه إن الله لا يصلح عمل المفسدين فالسحر فساد فساد للعقيدة وفساد للمجتمع والساحر مفسد في الأرض والسحر كان موجودا في الأمم السابقة في آل فرعون قوم فرعون كما ذكره الله في القرآن ولما جاء موسى عليه السلام بالوحي من الله إلى فرعون قال فرعون ردا على موسى لنأتينك بسحر مثله لنأتينك بسحر مثله سمى ما جاء به موسى من الخير سماه سحرا فقال لنأتينك بسحر مثله وهذا من حكمة الله عز وجل أنه جمع السحرة وجمع الناس في مشهد عظيم وألقى السحرة ما عندهم من الكيد فألقى موسى عصاه بأمر الله سبحانه فالتقم كل ما وضعوه من العصي والحبال وغيرها فالسحرة حرفوا أن هذا ليس بالسحر فآمنوا آمنوا بالله عز وجل كما ذكر الله عنهم وتهددهم فرعون بالقتل والصلب وغير ذلك لكنهم ثبتوا على دينهم قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وكانت الهزيمة على فرعون في أول جولة بينه وبين موسى عليه السلام والسحر موجود في اليهود بكثرة كما قال الله سبحانه وتعالى ولما جاءهم رسول من عند الله نصدق لما معهم نبد فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تثل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فالسحر كفر تعلمه وتعليمه وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيحذرونه الملكان يحذرانه من يتعلم السحر لأنه كفر إنما نحن فتنة نزلنا في الاختبار الناس فلا تكفر يعني لا تتعلم السحر فدل على أن السحر كهر تعلمه وتعليمه وهو شرك بالله عز وجل لأن السحر يعتمد على الشياطين هي التي تعلمه السحر يعتمد عليها فيكون كمشركا بالله عز وجل السحر آفة عظيمة ولهذا عقد له المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد ليحذر منه لأنه آفة عظيمة في المجتمع فساد للعقيدة شرك بالله عز وجل نعم الله تعالى وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقُ لقد علم اليهود يعني السياق في اليهود فَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ أي استبدله أي استبدله بكتاب الله استبدله الوحي بالسحر كحالة اليهود ما له في الآخرة من خلاق أي نصيب والآخرة المراد بها الجنة ما له بالجنة من نصيب فهذا من أدلة كفر الساحر الذي ليس له نصيب في الجنة هو الكافر أما المؤمن فله نصيب في الجنة ولو كان عاصيا فيما دون الشرك فإن له نصيب من الجنة وإنما يحرم من الجنة الكافر والمشرك ومن ذلك السحر فإنه كفر شرك بالله ولقد علم لمن اشتراه علم اليهود أن من اشترى السحر واستبدله استبدله بما جاءت به الأنبياء اعتمد على السحر هذا الشراء الشراء معناها لاستبدال استبدال الشي بالشي فالساحر استبدل الإيمان بالكفر استبدل التوحيد بالشرك هذا ليس له في الجنة نصيب يوم القيامة نعم وقال تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت لم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب علماء اليهود يؤمنون بالجبت الجبت هو السحر والطاغوت الشيطان كما يأتي يؤمنون بالجبت والطاغوت فاليهود يؤمنون بالجبت يصدقون بالسحر ويستعملونه هذه من صفة اليهود خبّحهم الله بدل أن يؤمنوا بالله يؤمنون بالسحر نعم قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان وقال جابر الطاغوت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد الطاغوت اسم جنس يدخل فيه كل أنواع الشر فيدخل فيه الكهان يدخل فيه السحرة يدخل فيه المنجمون يدخل فيه كل من خرج من دين الله وتمسك بشيء من شعائر الكهر فإنه يدخل في ذلك يدخل في الجبت يدخل في السحر نعم وعن نبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات هذا الحديث فيه النهي عن هذه السبع والأمر باجتنابها اجتنبوا ويبتعدوا عنها الموبقات يعني المهلكات هي كبائر عظيمة هي أكبر الكبائر الشرك بالله عز وجل هذا أكبر الكبائر وأعظم الكبائر وأعظم ما نهى الله عنه عز وجل الشرك بالله والسحر الجريمة الثانية السحر موبقة فمن تعاط السحر واستعمله فقد أوبق دينه وأوبق دنياه وآخرته والعياذ بالله سبع الموبقات شرك بالله والسحر وأكل الربا أكل الربا كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب لأن الله حرم الربا وشدد الوعيد عليه وأكبر الكبائر هذا من أكله وهو يعتقد أنه حرام لكن أكله حبا للدنيا والشهوات فإنه ارتكب كبيرة موبقة مهلكة من المهلكات قال إن استحل الربا وقال الربا حلال هو اقتصاد هو نوع من الاقتصاد فإنه كافر بالإجماع لكن إن أكله من غير استحلال فإنه يكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب وموبقة من الموبقات أكل الربا وأكل مال اليتيم واليتيم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ لأن الله أمر بحفظ مال اليتام ودفعها إليهم إذا بلوا راشدين من غير النقصان توعد من أكل شيئا منها وأكلها استغلالا لضعفهم وصغرهم توعده الله بالوعيد وجعل عمله هذا من الموبقات من السبع الموبقات أكلوا مال اليتيم والتولي يوم الزحف إذا التقى الجمعان جمع المسلمين جمع الكافرين فلا يجوز للمسلم أن ينهزم وأن يفر من المعركة بل يصبر إما النصر وإما الشهادة ولا يفر من الزحف يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون قال سبحانه وتعالى إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير والتولي يوم الزحف وقال في المحصنات المؤمنات المحصنة يعني من الزنة الإحصان له معاني منها العفيفة عن الزنة فمن قذف مؤمنة عفيفة عن الزنة فإنه قد أتى موبقه من الموبقات قال سبحانه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق يعلمون أن الله هو الحق المبين والشاهد من هذا الحديث السحر أنه عده الموبقه الثاني بعد الشرك بالله عز وجل نعم وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف نعم الساحر إذا ثبت عليه السحر بإقراره أو بإقامة البين عليه فإنه يقتل حدا هذا حد الساحر يقتل حتما ولا يمهل ما دام أنهم صر على عمل السحر وتعاطيه فإنه يقتل لأنه شر وفساد في الأرض ويضر الناس يفسد في المجتمع فإزالته بقتله وإزالة حياته حتى يستريح الناس من شره في هذا الحديث حد الساحر ضربة أو ضربه روايتا ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف يعني قتله يكون قتله بالسيف لأن هذا أنجز في القتل وأنكى في القتل ولا يترك الساحر يعيش مع المسلمين الحديث وإن كان موقوفا فإن له حكم الرفع يعني مثل هذا لا يقال بالرأي حدود لا تثبت بالرأي وإنما هي وإنما تثبت بالتوقيف عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم شكر الله لكم وفضيلة الشيخ بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية سنستكبل ما تبقى من هذه الأحاديث في هذا الباب باب ما جاء في السحر في الدرس القادم مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في نهاية هذا الدرس تقبلوا تحيات مهندس الصوت أثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته